اشتركوا في القناة حضيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواساد ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخرة سليمان عليه السلام كان من معاجزه بصوته الذي يسير به في الهواء فمر به ذات يوم على أرض كربلاء فأدارت الريح بصوته ثلاث دورات حتى خشي الصقود ثم سكنت الريح ونزل البصوت في أرض كربلاء قال سليمان عليه السلام للريح لمَ سكنتِ؟ قالت إن هنا يقتل الحسين عليه السلام فقال ومن قاتل قالت لعين أهل السماوات والأرض يزيد فرفع سليمان عليه السلام يديه ولعنه ودعا عليه وأمن على دعائه الإنس والجن ثم هبت الريح وسار البصوت وفي القرآن الكريم كلام في تسخير الله تعالى الريح لسليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر